حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يجتاح كوكب الأرض كل عام خمسة الاف ومئتين طن من الغبار والنيازك الصغيرة تخترق الغلاف الجوي وتستقر على الأرض كل عام خمسة الاف ومئتي طن تصوروا هذه الكمية الهائلة من الغبار منها ما يبلغ ربع مليمتر منها ما يبلغ قطره أقل من ذلك أو أكثر من ذلك سبحان الله أنا أحبب فقط أن أتأمل معكم هذه الدراسة طبعا هذه أشكال هذه أحبتي أشكال الحجارة الصغيرة جدا التي تنزل هي بالنتيجة حجارة ولكن صغيرة جدا سبحان الله هذا البحث منشور هنا حديثا في 2021 طبعا النيازك الدقيقة تأتي من المذنبات ومن الكويكبات طيب ماذا نستفيد من هذه الدراسة؟ أولا أيها الأحبة الله أنبأنا أن هذا الغلاف الجو أو هذه السماء هي سقف محفوظ قال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون طيب هذه الدراسة التي نشرت بتاريخ 15 أربعة 2021 كانت مفاجئة بالنسبة للعلماء فقالوا كيف يمكن لهذه الكميات الهائلة أن تخترق الأرض ولا نشعر بها طيب ماذا لو كان بين هذه الكميات الهائلة أوزان ثقيلة جدا ماذا لو كانت حجارة مثلا بحجم متر أو نصف متر أو ربع متر ما الذي سيحدث؟ ستحدث دمارا هائلا في الأرض أيها الأحبة ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى نحن طبعا كمؤمنين نفهم ذلك أن الله رحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من رحمة الله بنا أنه جعل هذه النيازك الصغيرة والحجارة جعلها ماذا أحبتي في الله صغيرة جدا بحيث لا نشعر بها مع لهم أنها تمر وتخترق الغلاف الجوية على فكرة ولا تحترق يعني تصل حتى أنهم وجدوا في القارة القطبية الجنوبية حفروا خنادق لجمع الثلج وتبين أنه يحوي على كميات من الغبار الفضائي حفروا هنا أيها الأحبة في هذا على شكل أنفاق حفروها في القطب المتجمد الجنوبي أو القارة القطبية الجنوبية الحقيقة أيها الأحبة هناك من هذه الجسيمات الصغيرة ما يبلغ قطره 30 ميكرو متر 30 ميكرو يعني 30 من المليون من المتر تصور ميكرو متر لا ترى بالعين لا يمكن أن نراها بالعين حقيقة علماء الجيولوجيا أيها الأحبة قالوا إن هذا النظام عجيب في الكون كيف يمكن لهذه الجسيمات أن تدخل وتستقر ولا تحترق على حدود الغلاف الجو يعني هنا ملمح ينبغي أن نتأمله أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى قال لنا وخاطبنا في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير طيب هذا الحاصب الذي لا نراه نحن واكتشفه العلماء موجود ويسقط ولا نشعر به من رحمة الله طيب الذي أنزل هذه الذرات من الغبار الكوني أنزله إلى الأرض بكميات هائلة آلاف الأطمان كل عام قادر أن ينزل حجارة حقيقية وثقيلة وتدمر للحياة على الأرض لذلك أيها الأحبة ينبغي أن لا نأمن مكر الله وهنا كلمة مكر أيها الأحبة لا تدل على الخداع بل المكر هو التدبير والتخطيط لأن الله عز وجل يريد لنا الخير يريد أن يصرف عننا الشر يريد أن لا نتبع خطوات الشيطان هذا الخالق العظيم يريد لنا أن يعني نعيش حياة طيبة هدانا إلى الصلاة والزكاة وأمرنا بتجنب الفاحشة والمحرمات لماذا؟ لأنه يريد مؤمناً تقياً نقياً وبنفس الوقت وضع من حولك دلائل الله يريد أن يقول لك أنظر هذا الغلاف الجو الذي هو الطبقة الدنيا من السماء أول طبقة من طبقات السماء هي فوق رؤوسنا لأن علماء اللغة يقولون كل ما عليك فهو السماك يعني السماء تبدأ من فوق رؤوسنا هذه السماء محفوظة بقدرة الله على رغم الاختراق آلاف الأطمام من الغبار والحجارة الصغيرة جداً لهذا الغلاف الجوي كل عام إلا أنه يبقى مستمراً وتبقى نسبة الأكسوجين لنتنفس بها ونحمد الله سبحانه وتعالى عسى أن نحمده عسى أن نشكره لذلك لا أجد خيراً من هذه الآية الكريمة أختم بها أحبة في الله وإن تعد نعمة الله لا تخصها إن الإنسان لظلوم كفار نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين والحمد لله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق